الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله السلام عليكم مرحبا بك في أولى حلقات هذا اليوم ومع درس آخر من دروس تلبية الطلبات المتابعي ومحبي موقع مشروح في هذه الحلقة إن شاء الله أعرفكم على تقنية الرام ديسك أو ما يعرف أيضا بالرام درايف أو بالفيرتوال الرام درايف أيضا تعرف بتقنية سوفتوير رام درايف أو رام ديسك فما هي هذه التقنية وكيف يمكنك استخدامها في تسريع أداء حاسوبك بشكل كبير جدا وخصوصا تسريع تشغيل البرامج هذا ما نتعرف عليه في هذه الحلقة بحيث أقدم لكم تعريف موجز لهذه التقنية وكيفية استخدامها من خلال برنامجين اثنين مجانيين إذن إلى التفاصيل مرحبا بك مجددا إذن تقنية الرام ديسك هي تقنية تسمح لك باستخدام جزء من الرام على حاسوبك كقرص أو كقسم من القرص الصلب على جهازك فمعلوم أن الرام سريع جدا وأسرع بكثير من القرص الصلب وبالتالي فعندما تقوم بإنشاء قرص صلب أو جزء من القرص الصلب انطلاقا من الرام على حاسوبك فهذا سوف يعني بأن جهازك أو البرامج التي سوف تقوم باستخدام انطلاقا من هذا القرص الذي سوف تنشئه سوف تستخدم الرام بدل القرص الصلب في الاشتغال وبالتالي سوف يكون أداؤها أسرع بكثير مقارنة مع الأداء العادي على جهازك وسوف أثبت ذلك إن شاء الله في الشرح بعد قليل كما سوف تلاحظ أيضا الفرق إذا جربت هذه التقنية على جهازك إذن كان هذا تعريف موجز وبسيط لتقنية الرام ديسك لكن من شرط تطبيق هذه التقنية هو أن يكون لديك حجم الرام كبير نوعا ما على الأقل على الأقل 4 جيجا بايتس في الرام فلاحظ معي مثلا لو ذهبت أنا الآن إلى معينة الرام كم يتم استهلاك الرام من جهازي سوف أجد بأن المستخدم إن يوز حوالي 2 جيجا بايتس وأربع جيجا بايتس من الرام على جهازي هي فارغة لا يتم استخدامها وبالتالي سوف أستخدم أو أقطع جزء من هذه الرام حوالي 3 جيجا بايتس وأستخدمها في هذه العملية إذن فيجب أن يكون لديك لتطبيق هذه العملية والاستفادة من هذه الخاصية حجم الرام كبير نوعا ما أربعة على الأقل أربعة جيجا بايتس فما فوق يفضل أن يكون لديك ستة جيجا بايتس أو تمانية أو إثنى عشر أو ستة عشر أو أكثر من ذلك فكلما كان حجم الرام أكبر كلما كان ذلك أفضل أيضا من الشرط المهمة جدا لتستخدم هذه التقنية هو أنه يجب أن تكون تشغيل على نظام أربع وستون لماذا نظام أربع وستون بيت؟ لأن نظام أربع وستون بيت يعطيك حجم الرام الكامل على جهازك بينما نظام أربع وستون بيت لا يتجاوز ثلاثة جيجا بايتس في الرام وبالتالي فيفضل استخدام نظام أربع وستون بيت على جهازك يمكنكم مشاهدة حلقة التلقية من أربع وستون إلى أربع وستون سوف تجدوها إن شاء الله في موضوع هذه الحلقة إذن كان هذا التقديم لا بد منه نبدأ الآن في استخدام هذه التقنية في حقيقة الأمر هناك العديد من البرابج التي يمكنكم استخدامها للقيام بهذه المهمة وتحويل جزء من الرام على جهازك إلى قرص جديد لكن أغلب البرامج التي تعطيك مساحة كبيرة هي برامج مدفوعة وليست مجانية لذلك أنا اخترت لكم برنامجين مجانيين يمكنكم استخدامهما في القيام بهذه المهمة سوف نرى إن شاء الله في هذه الحلقة من أين يمكنك تحميل هذين البرنامجين معا إذن نبدأ بالبرنامج الأول هذا هو برنامجنا الأول لإنشاء قسم جديد من الرام على جهازك قرص صلب فقط تضغط هنا على علامة البلاس أو الزائد ثم من هنا تختار الحجم الذي تريده كما تشاهد معي يقول لي هنا بأن هناك أربع جيجا بايتس مساحة متوفرة يمكنني تحويلها إلى قرص صلب جديد سوف أختار فقط 2 جيجا بايتس هي 2048 ميجا بايتس بطبعة الحال ثم بعد ذلك تختار من هنا الحرف الذي تريد اسميته للقرص الجديد أتركه في الحرف R أو A لاحظ معي الآن هنا على جهازي يوجد عندي القسم C, D و F وعندما سوف نقوم بتطبيق الشرح سوف يصبح عندي قسم جديد يحمل الاسم A أو A لاحظ معي إذن فقط تختار من هنا الاسم أو الحرف الذي تريده ثم تختار من هنا نظام Interface أنصحك بالInterface ثم تضغط على OK يتم الإنشاء الآن Mountain تمت العملية بنجاح لاحظ معي بأنه تم إنشاء قرص صلب جديد على جهازي إذا ندي الطريقة الأولى لاحظ معي الآن سوف أذهب إلى تحميل برنامج مثلا نختار برنامج Audacity إذن سوف أقوم الآن بتثبيت البرنامج في Partition الذي قمنا بإنشائه Partition A أو A في هذه المرحلة عندما يعطيك أي برنامج اختيار مصار التثبيت قم بوضعه في Partition الجديد الذي اختارناه كما تشاهد معي وقمنا بإنشائه ثم نضغط على Next Next و Install إذن لاحظ معي لو ذهبنا إلى Partition سوف نجد بأنه تم وضع برنامج Audacity فيه كما تشاهد عندما أقوم بفتحه لاحظ السرعة الكبيرة جدا سرعة البرق يتم فتح البرامج على جهازك وتشغلها بسرعة كبيرة جدا سرعة خيالية لاحظ الملف موجود في Partition A تم وضع البرنامج هنا في القسم الذي قمنا بإنشائه لاحظ معي أيضا إذا قمت بتشغيل البرنامج من سطح المكتب لاحظ السرعة الهائلة سوف تلاحظ فرق كبير جدا في تشغيل برامجك على الحاسوب وأداء حاسوبك سوف يتحسن بشكل ملحوظ جدا لن تصدق السرعة التي سوف تحصل عليها باستخدام هذه التقنية إذن هذا هو البرنامج الأول الذي يمكنكم خلالي إنشاء Partition جديد من خلال الرام لمسح هذا البرنامج الأمر سهل جدا وبسيط أولا سوف أقوم بإزالة البرنامج من عليه الذي قمنا بتثبيته برنامج أضاسيتي ثم نقف عليه الآن على هذا الشكل ونضغط هنا على علامة X كما تشاهد معي تم حدفه من هنا وأيضا تم إزالته إذن بهذه البساطة يمكنك إنشاء البرنامج وقت ما أردت ويمكنك أيضا إزالته في الوقت الذي أردت ننتقل الآن إلى البرنامج الثاني الذي يمكنك استخدامه وهذا البرنامج رام ديسك الغني عن التعذيف والمشهور هذا هو أشهر برنامج لأقيام بهذه المهمة لكن المشكلة في التحديث الأخير لهذا البرنامج هو أنه أصبح يعطينا فقط 1 جيجا بايت يعني إمكانية إنشاء قصة بجديد انطلاق النظام بحجم 1 جيجا بايت فقط في السابق كان يعطي 4 جيجا بايت لكن الآن تم تقليل مساحة لذلك أنا أفضل البرنامج الأول الذي قدمته لكم وهو برنامج غير معروف على الإطلاق عربيا لذلك سوف يكون تقديمه على مشروع حصريا إذن من هنا تختار الحجم كما قلت أقصى حجم يمكنك الحصول عليه في هذا البرنامج وهو 1 جيجا بايت بعد ذلك فقط تضغط على ستارت رام ديسك هنا الأمر بهذه البساطة أيضا لو ذهبنا الآن إلى this PC سوف تجد بأنه تم إنشاء بارتيشن جديد على جهازك كما تشاهد هذا البرتيشن وبنفس الطريقة قم بوضع برامجك المهمة فيه ولحد الفرق الكبير جدا في تشغيل هذه البرامج على جهازك سوف تلاحظ سرعة غير معقولة خيالية جدا إذن لمسح أيضا هذا البرتيشن فقط تقوم بالضغط على stop ram disk وكما تشاهد معي قد تم إزالة البرتيشن الذي تم إنشاؤه من خلال هذا البرنامج بكل سهولة نأتي الآن إلى كيفية تحميل البرامج البرامج الأول يمكنك تحميله من هذا الموقع هذا هو موقعه الرسمي في طبيعة الحال فقد تضغط هنا على download ram disk أما البرنامج الثاني فيمكنك تحميله من هذا الموقع أيضا فقد تضغط هنا على download رابطي تحميلي البرنامجين الأول والثاني تجدون ما في موضوع الحلقة على موقع مشروح والرابط أسفل هذا الفيديو على اليوتيوب إذن كان هذا كل شيء في هذه الحلقة أتمنى أن تكون قد استفدت منها لا تنسى الضغط على زر like ومشاركة الحلقة والاشتراك في القناتين الأولى والثانية لموقع مشروح حتى يصلك الجديد في حينه كما لا تنسى الاندمام إلينا على صفحتنا على facebook facebook.com.com وعلى أمل اللقاء بك إن شاء الله بعد قليل في الحلقة الثانية من الحلقات هذا اليوم على القناة الثانية وليس هذه القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته